برضو بيقول لك انه ممكن شيوخنا ديل يقعوا في البدع وما تسألوه وانا اول مرة لقالي ذول بيعتزر لذول يعني ياصل للبدع قبل ما يقع فيها ذاته او يساوي نفسه ببعض العلماء قال يلزمكم تبديع ابن حجر والنووي دي برضو من الشبهات ده كتاب الاجوبة المفيدة عن اسئلة المناهج الجديدة من اجابات معالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان ابن عبد الله الفوزان عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة اللي افتاوى البحوث العلمية جمعه جمال ابن فريحان الحارثي وزاد عليه حواشي وعرضه على الشيخ الفوزان فاقرها الشيخ الفوزان وامره بنشرها فيبقى كل ما في هذا الكتاب من فتاوى الشيخ ومن تعليقات الشيخ جمال ابن فريحان الحارثي هو يعني من منهج الشيخ الفوزان حفظه الله وسائر علماء المسلمين طيب الصفحة 235 نشوف الفريق شنو والجواب على الشبهة دي والفريق شنو بين ابن حجر والنووي وبين كلام هؤلاء الحزبين وسبحان الله الكلام دي اخواننا كلام تبدي عن نووي ابن حجر او تكفيرهم دي كان شبهة بجيبوه التكفيرين يقول لكم يلزمكم برضو تكفروا ابن حجر وتكفروا النووي دا الزمان كان بيجيبوا التكفيرين الان بيجيبوا الحزبيين انصار رسولنا الصفحة 235 من الطبعة دي هنا ذكر كلام الشيخ الالباني رحمه الله تعالى قال ومثل النووي وابن حجر العسقلاني وامثالهم من الظلم ان يقال عنهم من اهل البدع هذا كلام الشيخ الالباني رحمه الله انا اعرف انهما من الاشاعراء لكنهم ما قصدوا مخالفة الكتاب والسنة يعني اول حاجة القصد دا دي حاجة وانما وهموا وظنوا ان ما ورثوه من العقيدة الاشعرية ظنوا شيئين اثنين دا كلام الشيخ الالباني اما ذلك دا بيمشي للمبتدع دي ويقوم اعمل محاضرة او ندوة كاملة في قاعة مامون بحيري يأصل لموضوع التعاوم من اهل البدع وعارف من اهل البدع وده وقع في امر هو ما يظن انه الحق وظن ان الامام الاشعري يقول به ولم يعلم ان الامام الاشعري تاب عنه دا كلام الالباني ما كلامه قال شنو الالباني قال ظنوا شيئين اثنين الاولا ان الامام الاشعري يقول ذلك وهو لا يقول ذلك الا قديما وده معروف والحمد لله وثانيا توهموه صوابا وليس بصواب قال انتهى من شريط من هو الكافر ومن هو المبتدع فان قيل لماذا يعتذر عن النووي وابن حجر وما صدر منهما من تاويل ولا يعتذر عن سيد قطب والبنة والمودود وامثالهم من وجهين الاول ان هناك فارقا كبيرا بين الصنفين فان لدى النووي وابن حجر من الرسيد العلمي ونفع المسلمين ما يغطي ما حصل منهما من خطأ وقد بينه اهل العلم وحذروا منه فالخطر قد زال بهذا التنبيه ها ديل بعرفوا الا ما بعرفوا ناسك ديل الحزبين ديل شيوخك هل بعرفوا ان التعاوم مع اهل البدع حرام ولا ما بعرفوا وهم جالسوا كبار هل العلم لكن ديل ده شغل من الكذب والضلال والباطن نمر اثنين ابن حجر رحمه الله مات والنووي ولم يوجد من يقيم عليهم الحجة هل شيوخك ديل مالكو زول يقيم عليهم الحجة فده يا اخواننا يدل على ان هؤلاء من اصحاب الاهواء وما ممكن تجد غاري اللي هواري ولا عبد الرحمن حامد ولا من ولا غيرهم بالعلامة الامام ابن حجر او النووي او غيرهم والعلمة بينوا ما في مصنفاتهما من الخطأ وانت يا حزبي ما بترضى شيوخك انه يبينوا ما في مصنفاتهم من الخطأ وانت langظر الانتزال